يجب علينا العمل على استثمار طويل الأجل أولاً كل أزمة فيها تحمل مشاكل وتحمل برضو فرصة إذا كان حد بيبحث عن الذات مش يعني مش قافل فكره على قرار معي هدي بقى الفرصة اللي أنا أخبط على الباب أخبط على الباب بطرح نفسي طرح المزايا النابعة عن التعاون معي وبرضو دوري في بلورة مستقبل أفضل ومعاجلة المشاكل اللي هي في زينه فإن اللي عايز يعتمد على أن أوروبا تشيل لا مش هتشيل طب صعود اليمين في أوروبا من جهة وحالة البحث عن الذات في أوروبا من جهة أخرى زي ما حدتك وصفتها هل ده ما يوزنوش أنه هناك مصالح واستثمارات أيضا أوروبية كثيرة وواسعة مع العديد من دول الشرق الأوسط وبالتالي تدفع أوروبا للمزيد من الفاعلية في قضايا الشرق الأوسط لاستقرار المنطقة حفظها على مصالحها اقتصادية نعم سياسيا لا المادة هتوحكم القرار الاقتصادي الأوروبي وبدون الدخول في أسماء دول منعا للحساسية طبعا بكل صراحة ليه أنا التجارب ومصر ليها تجارب مع الدول كانت بتنتقدنا بشد أو لما لقوا أن في مشروعات ممكن يعني يرباحوا منها كانوا من أكثر الدول حصلت تهديئة للنبرة تهديئة للنبرة أو يعني حطوا النبرة ك خليها على جامل للوقت وأنا ما بعيبش عليهم ذلك لأن احنا كنا بالقصة نقول لهم يا جماعة عادينا نحسن كل شيء إنما بس كل حاجة بأسلوبها وأنا حاب من المصري ينتقد المصري ويحسن المصري أنا حابش اسمحها من من الأوروب أو من أي جهة أخرى من أي حال لأنه كمان برضو ما هو لو خدنا مرة أخرى الحالة تأتي غاس فين العالم الغربي ده اللي كان قاعد بإطراح لقانون حق الإنسان وأنا مؤيد لحق الإنسان والقانون الدولي وأنا مؤيد لقانون الدولي اختفى فين كون دفغز هو قانون الدولي ما انتبق بس على العدو ولا انتبق أيضا على الصديق من المهم ما يدرش يجي يقول لي إنه ده فيه قانون اتفاقية جينيفر الرابع نص صريح لا يجوز الاعتداء على أي مساح أو مستشفى تحت أي ظرف مصروف